يا صباح الرضا والجمال على عيونكم كل حبيبي. النهاردة هنتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا. وهو الفرق بين الكيتو دايت ولوكر. وده اسئلة جات لي في التعليقات. في ناس محتارة بين الكيتو دايت ولوكر وانتش بالنسبة لك تجربتك. انهي كان افياد لك او اني كان احسن لك. هتكلم معاكم النهاردة في الموضوع دوت. وطبعا ده عن تجربش انا وزي ما قلت لكم من ضمن قراءاتي والتجربة اللي انا ماشيت بها فيه النظامي الصحي وايه اللي ماشي عليه دلوقتي. انا منال اول مرة يشوف قناتي بعم معكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو وبنتكلم مع بعض في موضوعات انتو بتبقوا حابين اه تعرفوها بتسألوني في التعليقات وان شاء الله بفضل الله انا بحاول اجاوب لكم على قد طبعا تجربتي وقراءاتي زي ما قلت لكم. اه ناس كتيرة جدا محتارة بين الكيتو دايت ولوكرم. ناس بتسأل اني افضل بما انك يعني اه في بداية اه نظام كنت يماشي على الكيتو دايت وحولت للوكرم. انهي كان بالنسبة لك افضل وانهي كان احسن. بالنسبة للكيتو دايت واللوكرم هما الاتنين مدرسة واحدة ولكن بينهم اختلافات بسيطة. الكيتو دايت بيعتمد اعتماد كبير جدا نسبة سبعين لخمسة وسبعين في الوجبة على الدهون السحية. الدهون السحية بتبقى فيه كتيرة جدا. والدهون السحية بتبقى في شكل ايه? الدهون السحية مش كدهون بس. لا يعني مسلا الدول السحية بتكون فيه الزبدة. اه الزيت اللي هو زيت الزيتون زيت اه زيت جز الهند. اه زيت السمسم لو متوفر عندك. السمسم كسمسم معنا. المكسرات زبدة الفول السوداني. كل جيدون سحية. زبدة اللوز. اه مسلا لو قالت في الوجبة بتاعتي البروتين. اه باخد الاوراك لان نسبة الدهون فيها عالية. الاسماك مسلا بيفضل ان انا اخد سمك السالومون لان سمك السالومون فيه نسبة الدهون عالية. فهنا الدهون مش كون بتكون شكل دهون كدهون صريحة. لا كمان لو انا خدت بروتين بيكون فيه نسبة الدهون. قطعة اللحمة يما باخدها بتكون فيها دسم او دهن زي ما بنقول. يفضل ان اللحمة زي ما قلنا عليها ملبسة. تمام? ده هنا في الكيتو داي. طب في اللوكارب هنا باخد الدهون اه باخد الدهون السحية ولكن بنسبة قليلة جدا. يعني انا هنا لو بعمل كواجب اتفطار ليا باخد فيها معلقة او معلقة او نص من السمن البلدي او الزبدة هنا هاخد ربع معلقة. في اللوكارب. فهمتوا الفرق بينهم ايه? طيب. نيجي هنا بالنسبة قلت لكم اللي البقليات. الكيتو دايت ممنوع ما انا عم بتم فيه اي انواع البقليات. طب ايه هي البقول? اللي هي الفول والعس والحمص. انا هنا في اللوكارب مسموح لي بالفول والعس والحمص. نيجي للفاكهة. في الكيتو دايت انا مسموح لي بالفراولة والتوت. والفراولة والتوت وممكن ادخل افجادو زي ما اتفقنا افجادو من نوع الفاكهة برضك. ولكن الكمية اللي باخدها كمية معتدلة وفي نفس الوقتي مش كل يوم. بالنسبة للوكارب الفاكهة كل انواع الفاكهة مسموحة. بس باخد صمرة فاكهة واحدة. لو انا عايز اخد عنب. في اللوكارب ممكن اخد نص كبية من العنب. حاخد طمر حاخد طمراية واحدة. تمام? نيجي بالنسبة للاجبان. في الكيتو دايت الاجبان باخدها آآ انا الاجبان معينة. ولازم الاجبان ديت تكون من دهن حيواني. ببعد ما يعني خاصة عن الزيوت النباتية. او اللي لما بتجيبها بتجيبنا موزارلة بلاقي مكتوب عليها نباتة دهن. جيبها بتاعد عنها خالص. لازم تكون آآ بزيوت حيوانية. ومش مكتوب عليها خالص كلمة نباتة دهن. آآ هنا بالنسبة للوكارب كل انواع الاجبان مسموحة. وطبعا بتكون آآ معمولة برضك بزيوت حيوانية. بس كل انواع الاجبان اللي متوفرة في السوق ممكن اكل منها. عايزي خالص. تمام? نيجي هنا في الكيتو دايت ممنوع ما انا عمبتن ان انا اخد رز برغل فريك شوفان لان انا لو خدت حاجة من دولي هي ان انا هطلع برا الكيتو خالص. يعني انا خلاص خرجت على نظام الكيتو. يا اما هحول على نظام اللي هو كارب. ناخد بنا جدا من نقطة ديت اكون في مكان واقول اخد معلقة يعني معلقة رز معلقتين برغل معلقتين فريك وانا مكملة في الكيتو. لأ هكوني طلعتش برا نظام الكيتو. اما اللي هو كارب فانا بسموح لي هنا ان انا اخد من مرة مرتين في الاسبوع. مسلا رز او شوفان ويفضل كمان ما يكونش لسه في بدايتك لنظام اللي هو كارب. يعني تكوني في بعد ما مشيتي في وقت طويل شوية. وقربتي توصلي لوزن ان انت عايزيه. نيجي بعد كده لنظام الكيتو دايت في البروتين. الكيتو دايت في البروتين هنا باخد اللحوم بتكون فيها نسبة دهون. زي ما قلتلكم. يعني انا اخد اللحمة فيها نسبة دهن. ضروري جدا. الدجاج مسلا او الفراخ لازم هيخد الاوراق. وبردك بتكون فيها نسبة دهن. ما ينفعش هنا في الكيتو دايت ان انا اخد آآ اللحمة مسلوقة. لأ. لازم ان انا هحمرها في قطعة من الزبدة او آآ مثلا سمن بلدي. الدجاج ما ينفعش اخده مسلوق. لازم برضك ان انا احمره في قطعة من الزبدة او السمن البلدي. طب في اللوكارب هنا باخد الدهون لها اللحمة. ممكن بدون دهون خالص. يعني لحمة حمرة. ممكن اخدها مسلوقة. ما فيش مشاكل خالص. الدجاج كزالك بدون دهون. ممكن اخد لنا الفراخ آآ مسلوقة. او الفرق بين البروتين هنا والبروتين هنا. طيب انا هنا بقى لو انا في الكيتو دايت وجات لي مناسبة. او خروجة زي ما بنقول كده. وفصحة ممنوع اللغبطة. يعني انا لو رحت في حتة فيها آآ عزومة فيها اكل. لازم هيحاول ان انا اختار الاكل اللي هو اكل الكيتو. يعني مسلا هاختار آآ لحمة او كفتة او آآ حاجات مشويات مسلا او متحمرة. بجانب ان انا لازم اخد طبق سلطة بيكون في خضر ورقي. ما اقدرش ابيعت بقى خالص آآ خالص عن لو رز او فريك او الاكل اللي هو معمول مسلا آآ آآ في نشويات. لكن هنا انا لو في خروجة في اللو كارب ممكن اكل من الاكل الموجود عازي جدا. مفيش مشكلة. وبكمل عادي. وآآ طالما ان انا متبع نظام اللو كارب تمام. بالعكس ده هيزود معي معدل الحرب وحكمل نظامي وعادي مش آآ مش هزيد في الوزن. لكن هنا لو انا خدت في الكيتو دايت ولغبط اول حاجة هخرج برا الكيتو. تانية حاجة معديش هتتعبني جدا. تالت حاجة بقى ان انا هزيد في الوزن. مجرد واجبة هزيد في الوزن. تمام? واختلعت برا الكيتو. وحرجع تاني من الاول وجديد ان انا آآ امشي على نظام الكيتو دايت وابتجي بقى من الاول خالص. ده الاختلاف بين الكيتو دايت واللو كارب. طب هل في تشابه في الكيتو دايت واللو كارب زي ما قلتلكم ان هما الاتنين مدرسة واحدة بس في اختلافات بسيطة? اهو. ايه اللي التشابه? ان الكيتو دايت واللو كارب ممنوع فيهم منع مبتن السكر الابيض. طبعا هو اصلا مدر خالص كنظام آآ كنظام حياة ان انا ببعت خالص عن السكر الابيض. لكن لو انا متبع الكيتو دايت واللو كرب ممنوع مناعا بتا. طيب ممنوع كمان الديه الابيض. المهبوزات والمعجنات اللي معمولة بالديه الابيض. ممنوع خالص في الكيتو دايت وممنوع خالص بردك في الكيتو دايت عايزة اعمل معجنات او مهبوزات زي ما معاكم بعملها على القناة بعمل بدقيق اللوز او دقيق جز الهند او دقيق السمسم او ممكن بعمل كمان بالسوداني بحوله دقيق. اه في اللو كرب برضك بستخدم ممكن استخدم برضك الحاجات اللي هي زي الشوفان اه اه دي مسموحة اما دقيق الابيض فهنا ممنوع مناعا بتا في النظام الكيتو دايت واللو كرب. اتمنى النهاردة ان انا اكون وضحت لكم ولو حاجة بسيطة انا كنت متبعة زي ما قلت لكم نظام الكيتو دايت واستمرت عليه وخسيت عليه لكن ما كانش بالنسبة لي اقدر ان انا استمر عليك نظام حياة. صعب جدا ان انا اه كشخصيتي انا صعب جدا ان انا اكمله. لكن اه دلوقتي انا متبعة اللو كرب ومرتح عليه لانه هو نظام يعتبر بالنسبة لي نظام مارن نظام سالس كده وبقدر ان انا يعني ما فوجه حرمان بمعنى اصحب. تمام? اتمنى النهاردة الفيديو والموضوع اللي اتكلمت فيه يكون فاتكم. والناس يكون بطريقة مبسطة كده وضحت لكم المعلومة. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ولو عجبكم الفيديو ياريت تكتبولي تعليق حلو ولا اول مرة يشوفوه في القناة يشترك في القناة سبسكرايب كده في القناة وتفعيل الجرس على اول او كل عشان يوصل له كل جديد. واللايك اهم حاجة عشان الفيديو يترفع ودعموكم لي وكلامكم الحلو. ومستنية رأيكم في التعليقات على الفيديو. وكمان مستنية اي حد حابب يسأل اي سؤال ان شاء الله وبفضل الله. هحاول ان انا اعمل لكم فيديو صغير كده. اوضح لكم فيه. لان اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم. واشوفكم بالف خير وسعادة وبصحة دايما ورضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.